وفي شأن آخر أكد الرئيس عبدالفتح السيسي اعتزز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية وخلال استقباله لوزير الدفاع الهندية راجنات سينغ بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات استقبل السيد الرئيس عبدالفتح السيسي وزير الدفاع الهندي السيد راجنات سينغ وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكذلك السيد أجيد جوبتي سفير الهند بالقاهرة والسيدة نيفيديتا شوكلة وكيل أول وزارة الدفاع الهندية والسيد ألوكتوراي سيكرتير خاص وزير الدفاع الهندي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي السيد نارين درامودي مشيرا سيادته إلى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات من جانبه نقل وزير الدفاع الهندي إلى السيد الرئيس تحيات رئيس الوزراء الهندي معربا عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الهندية من تنامي وازدهار ومؤكدا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة السيد الرئيس فضلا عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهري خطر الإرهاب الأمر الذي ألقى بظلال الأمن والاستقرار في مصر وعلى الأمن الإقليمي بأسره وفي هذا الصياق تتطلع الهند لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات